السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في أحاديث عطرية يا ترى ما سبب الغلاء في بعض العطور بعض العطور يكون الغلاء فيها ملفلت للنظر حقيقة في عدة عوامل تسبب هذا الغلاء بعضها اسم الشركة لا تتوقع أنك تاخذ شانيل فايف بسعر رخيص وإذا كان السعر رخيص وواضح أنه رخيص فشك في أن هذا العطر يكون مقلد وغير أصلي لأن الأصلي ما هو رخيص بالتالي شركات عالمية معروفة ولها شهرتها لن تبيع عطورها بأسعار رخيصة هل هناك عوامل أخرى؟ نعم هناك عوامل مهمة جدا يجب أن نعرفها وهي المكونات سواء كانت المكونات طبيعية أو صناعية ترى حتى بعض المكونات الصناعية معقدة ومكلفة لكن حديثنا اليوم عن بعض المكونات الطبيعية التي قد تسبب غلاء منحوظ في سعر العطر وبالمثال يتضح المقال خلونا نشوف الياسمين في مدينة غراس في فرنسا هذا الياسمين له رائحة مميزة رائحة جميلة تتسابق إليه شركات عطور كثيرة هل يكفيها كلها؟ الندرة القلة تسبب ارتفاع الثمن خلينا نشوف مكون آخر غير الياسمين الآيروس أو زهرة السوسن اللي يعطي رائحة بودرية يعطي فخامة في العطور ودخل كمكون في شانيل فايف كذلك إذن عندنا ياسمين غراس بندرته وقلته وتسابق الشركات عليه أضف إلى زهرة السوسن الآيروس واللي يحتاج حتى يستخلص زيتها العطري إلى مدة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات من عمليات طويلة حتى يستخلص هذا الزيت ليس من الزهرة وإنها من أحد أجزائها قد يكون البصيلة اللي تحت يخرج منها في نهاية الاستخلاص مادة أشبه بالكريمة مادة أشبه بالزبدة ومنها يتم استخلاص هذه الرائحة البودرية الفخمة وشوف على سبيل المثال عطر آيروس دي فات هذا العطر الفخم هذا العطر الغالي اللي تكلم عنه الاستاذ طارق الأصمر في حلقة أغلى عطور العالم وذكر هذا العطر تحديدا اللي غلاءه ليس بالمكونات موجودة على الزجاجة العطرية من المجوهرات وما إلى ذلك وإنما الغلاء بسبب المادة العصير العطري اللي موجود داخل الزجاجة فالآيروس كذلك من المكونات النادرة أنا تكلم عن الآيروس كمكون طبيعي زهرة سوسن كمكون طبيعي وليست الرواح اللي عملت بطريقة مصنعة كيميائية تحاكي هذه الرائحة فحبايبي إذن المكونات الطبيعية متى ما دخلت في العطور من الطبيعي أنها تزيد من ثمنها زهرة اسمها الباسنت أو البسنت زهرة توجد على ضفاف النيل زهرة أطرها رائحتها جميلة جدا من أشهر العطور اللي سميت باسمها من شركة كلايف كريستيان باسنت نامبر وين هذا العطر جدا غالي وكذلك من المصنمين العطور عندنا الأستاذ بدر الحرقان صمم عطر باسمه باسنت وهو يصدر منه فقط عشر نصخ نظرا لندرة هذا المكون الرائع والجميل واخذ على سبيل المثال العنبر عنبر الحوت مادة ثمينة مادة غالية شف سعر القرام منها كم يصل ويعطي العطور فخامة وجمال وهو مكون طبيعي وأضف إلى ذلك المسك الحيواني مسك الغزال وأضف إلى ذلك العود العود الطبيعي ترى عود غالي وإذا دخل في العطور أكيد راح يزيد من ثمنها إذا دخل العود الطبيعي وليس محاكاة لرائحة العود كمان مشاهدة في كثير من العضور من الطبيعي يزيد ثمنها كذلك الصندل الطبيعي إذا هناك عدة عوامل تسبب غلاء الثمن أضف إلى طريقة استخلاص الزيت العطري أنا ذكرت لكم أن السوسن الآيروس ياخذ ثلاث سنوات نعم هناك طرائق مختلفة في استخلاص الزيت العطري نحن نعرف طريقة التقطير ولكن كذلك هناك طرائق مختلفة منها التشريب والتشريب عبارة عن تعرض هذه الروائح إلى مواد زيوت شحوم تلتقط هذه الرائحة على المدى البعيد وتخرج لنا برائحة عطرية جميلة لكن هذه الطريقة تحتاج إلى وقت وإلى صبر ولا تستخدم كثيرا لأنها تجاريا غير مشدية مثل الطرائق الأخرى حبايبي نفس الزهرة إذا تضطرت في مكان تختلف نكاتها من مكان وآخر الورد الطائفي ترى هو نفسه الورد البلغاري ترى هو نفسه الورد التركي نفس الوردة لكن شم الرائحة تجد أن لكل واحدة نكهة هو نفسه الورد الدمشقي لكل رائحة نكهة ويتفرد الحقيقة الورد الطائفي بجمال الرائحة وكل له ذائقته أتمنى أن أكون قدمت لكم مادة مفيدة أشكركم على حسن المتابعة وفي حفظ الله ورعايته